لأنها صوت الحق الهادر والمدافع الأول عن حقوق العراقيين تستدف قناة الرافدين طوال عقد ونصف مرة من عمرها تارة بتفجير مكاتبها في بغداد ومنعها من العمل داخل العراق وأخرى بحملات التشويه والتشويش والتي كان آخرها أعمال الاختراق والقرصنة التي تعرض لها عدد من منصاتها الإعلامية استدف قناة الرافدين يعد استهداف لجميع مؤسسات الإعلام الوطني العراقي كما يظهر تأثير هذا الإعلام في إيقاف مشروعات إيران الطائفية بحسب اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي التي وصفت هذا الاستهداف بأنه يمثل عدوانا متعمدا بسبب النجاح في كشف المؤامرات التي أرادت تغييب الشعب العراقي وإخفاء جهوده في الدفاع عن وطنه ضد مشاريع الاحتلال والتقسيم في حين أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن عودة العصابات لقرصنة الموقع الإلكتروني لقناة الرافدين الفضائية حسابيها في تويتر وإنستجرام هي محاولة عبثية لتشويه صورة القناة وخطابها وأشاد أيضا مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق بتغطية القناة للتظاهرات والاعتصامات في جميع المدن العراقية من دون تمييز مؤكدا أن استهداف الموقع الرسمي لقناة الرافدين الفضائية من قبل الموالين لإيران هو محاولة بائسة لإسكاة الإعلام الوطني العراقي الحر الذي كان له دور كبير في دعم ثورة تشرين الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور عبد الحميد العاني حذر من الأكاذيب والأخبار المفبركة على لسان المسؤولين في الهيئة التي تروجها العصابات المعادية للعراق عدم التعاطي مع ما ينشر عبر الحساب المخترق قناة الرافدين التي اعتمدت منذ انطلاقتها خطابا وطنيا في زحمة خطابات إعلامية طائفية كانت في كل هجمة تشنها الأحزاب الفاسدة والميليشيات ضدها تخرج أقوى من قبل مستمدة عزمها وتمييزها من عمق حضارة وادي الرافدين لتفضح في كل مرة مخططات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ترجمة نانسي قنقر